الوطن سيكون بخير اذا جئنا بقانون انتخابات يمثل طموحات المواطنين ويغلق الباب امام التزوير موقف اخر جوهري وعاجل من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لتدارك التدهر الذي وصلت اليه الاوضاع في البلاد بالتزامن مع تصاعد وتائر العنف ضد المتظاهرين الرئيس صالح شدد في اجتماع مع عدد من اهل الاختصاص على وضع سقف زمني لانجاز قانون انتخابات جديد وخلال مدة وجيزة كون ذلك مطلبا شعبيا وسياسيا حقيقيا وضرورة التنسيق مع الامم المتحدة في الجانب الفني والاستفادة من الخبرات والتجارب بهذا المجال لمنع حالات التلاعب والتزوير الانتخابات السابقة ربما العديد من الانتخابات لكن السابقة تحديدا شهدت عزوفا كبيرا للناخبين وهذه كانت من الدلائل التي تشير الى فقدان الثقة بالمنظومة الانتخابية وحقيقة لا يمكن لنا ان نستند الى عملية ديمقراطية حقيقية بدون وجود نظام انتخابي محط ثقة المواطنين هنا يدفع الرئيس صالح بحقيقة صادمة لمعظم القوى المسيطرة على السلطة منذ اول انتخابات في العام الفين وخمسة الا وهي حقيقة ان تلك الانتخابات سمحت بالتلاعب والتزوير وهي بذلك مغايرة لرغبة العراقيين الحقيقية رئيس الجمهورية لم يتوقف عند كشفه هذا بل دعا الى اعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وان تكون مستقلة بشكل حقيقي وبعيدة عن التسييس بينما يعرف العراقيون ان هذه المفوضية خضعت بشكل لسنوات مضت لتقاسم الاحزاب ونفوذ القوى والمجموعات المسلحة بالتزامن مع موقف رئيس الجمهورية كان مجلس النواب يصوت بالموافقة على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وحيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ امس الاثنين كما صوت مجلس النواب على قرار بإلزام الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء اطلب من المجلس التصويت على إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري لإلغاء الجمع بين راتبين المأخوذة من خلال قوانين العدالة الاجتماعية الانتقالية ويكون التنفيذ بشكل فوري من ضمنها رفحاء أطلب التصويت تمت الموافقة مواقف مهمة وسريعة من حام الدستور العراقي والهيئة التشريعية الأعلى لوقف التدهور في أوضاء البلاد ولكن الخشية هي أن لا تكون بتلك السرعة التي تنطلق فيها الطلقات وهي تتجه نحو المواطنين الأبرياء